نحن في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة هكذا وصف فليب لازاريني المفاوض العام لوكالة أونروا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لازاريني قال إن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر أبريل الماضي لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث المجاعة خاصة مع استمرار القيود على المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع يأتي هذا فيما حضرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة ونشدت وكالات الإغاثة ونشدت الإدارة الأمريكية كما نشدت حكومة إسرائيل بتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية إلى غزة ومنح قوافلها ممرا آمنا إلى داخل القطاع ووسط كثير من التساؤلات والشكوك أنهت الولايات المتحدة بناء الرصيف البحري لإمداد القطاع المنكوب بالمساعدات ولإنقاذ مليوني إنسان محاصرين بين الجوع والقصف والقتل على حد إعلان الولايات المتحدة مزارة الدفاع الأمريكية البنتاجونتا توقعوا تقديم ما يقرب من 90 شاحنة من المساعدات بشكل يومي عبر الرصيف البحري هذا وبشكل مبدئي لكن هذا لم يحدث حتى الآن بعد انهيار أجزاء منه مؤخرا التقديرات الأمريكية تشير إلى احتمال ارتفاع هذا العدد ليصل إلى حوالي 150 شاحنة بشكل يومي عندما يصل إلى كامل طاقته التشغلية في غضون الأشهر الثلاثة تصل تكلفة الرصيف البحري الأمريكي ما لا يقل عن 320 مليون دولار أمريكي يبلغ طول الجسر حوالي 550 متر يربط نقل المساعدات المقدمة من السفن إلى شاطئ غزة وفقا للمخطة الأمريكي فإن المساعدات ستصل أولا إلى قبرص ويتم فحصها أمريكيا وإسرائيليا ثم إعدادها قبل التسليم ثم تنقل بسفن تجارية إلى هذه المنصة العائمة أمام شواطئ قطاع غزة ثم بواسطة سفن أصغر إلى الرصيف البحري المخطط الأمريكي لنقل المساعدات واجه انتقادات كثيرة حيث يبدو معقدا وبطيئا ومن الممكن تسريع الإمدادات عبر الضغط على إسرائيل لتسهيل إدخال هذه المساعدات المكدسة عبر المعابر البرية التي يعرقل دخولها الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الدوافع أو النوايا الأمريكية لإنفاق هذا الكم الكبير من الأموال في بناء هذا الرصيف البحري بدلا من التدخل المباشر وإجبار إسرائيل على وقف الحرب وإدخال المساعدات بشكل طبيعي موسيقى ترجمة نانسي قنقر